تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات البلد المضيف الذي لم يظهر بمظهر قوي المنتخب المغربي للتذكير كان قد حقق انتصارين على حساب جنوب إفريقيا بهدفين السفر ثم فوز على نيجيريا القوية بهدف دون رد وكان هناك لقاء شكلي خاضه المنتخب المغربي بمجموع عمل اللاعبين الاحتياطين أمام زامبيا وانهاز ما خلله بهدفين لوحدة الناخب المغربي سعيد شيبا لكن قد أكد بأن العناصر المغربية جاهزة وتتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها وتطمح لبلوغ الدور النصف النهائي المؤهل لنهائيات كأس العالم لهذه الفئة العمرية سنعود بكل تفصيل لهذا اللقاء يوم غد الأربع منافسة قرية أخرى وهي منافسات دوري أبطال إفريقيا حيث الوداد يواصل استعداداته لمواجهة نادي ماميلودي سانداونس يوم السبت القادم في طاردها بالدور النصف النهائي لهذه سنة المدرب الجديد لفريق الوداد البلجيكي سفين فندنبروك أعلن بأنه متفائل لأن الوداد يضم خليطا مميزا للغاية من اللاعب الخبرة والتجربة وأشار سفين فندنبروك في تصريحات صحفية بأنه برغم ذلك لا يستطيع من الآن تحديد من الذي سيحتاجه منهم خلال المرحلة القادمة كرة القدم المغربية دائما ذكرت مصادر مقربة من اللاعب الدولي أدى مسينة بأنه سيكون حذرا في المعسكر القادم للمنتخب المغربي سينافس مجددا على مكانه بالرواق الأيسر للمنتخب وكان مسينة قد غاب عن المونديل لقطر بسبب إصابة خطيرة غيبته لمدة ستة أشهر عن الملعب علما بأنه كان من العناصر الأساسية في عهد المدرب السابق وحيد أليلوزيتشا كرة القدم المغربية وفي البطولة ذكرت مصادر مقربة من فريق اتحاد طانجة بأن لاعب النادي لم يجروا للميرانا يوم أمس وذلك احتجاجا على عدم مصر في مستحقتهم المالية ويبدو بأن اللاعبون لم يتقادوا بعد راتب شهرين ومكافأة مباريات المغرب الفاسي وولمبيك ريبغا واناتس بركان ثم نقطة التعادل أمام مولودية وجدة ويسعى اللاعبون على ما يبدو للضغط أكثر على مجلس الإدارة للتحرك خلال الأيام القادمة خصوصا مع توقف منافسات البطولة نهاية هذا الأسبوع موسيقى 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 بالفعل فلورنس لقاء الهام والقوي بين عمال قذكرة القدمة الأوروبية في الوقت الرهين بعد ريال مادريد حمل لقب في دورة أبطال أوروبا وددي منشستر سيتي الفريق المهاب الجانب القوى الهجومية الدارب الذي يتصدر الترتيب في البطولة الأنجليزية والذي يضم عناصر متميزة لقاء بطعم السأر وبطعم الانتقام بالنسبة لمونشستر سيتي ريال مادريد في المقابل الذي فقد كل أمل في الظفر بلقب البطولة وبعد إحرازه على لقب كأس الملك السبت الماضي على حساب أساسنا يطمح لأن يواصل الرحلة الأوروبية وبهذا الخصوص وعن كيفية تحقيق التأهل يقول لاعبه الألماني كروس السر أن نلعب بشكل جيد وأن نسجل أهدافا التركيز أيضا على الجانب الدفاعي وهي نقطة هامة لأننا نواجه فريقا يسجل ثلاثة أئمة إلى أربعة أهداف في كل مباراة أمر هام أن تكون لنا فكرة واضحة كيف ندافع خصوصا وأننا نلعب على أرضنا يتحتم علينا تسجيل أهداف وفي الأخير أتمنى أن نتمكن من تحقيق ذلك فريق مونشستر سيتي كما ذكرنا يعتبر القوى الضاربة ويطمح لأن يظفر بعد اللقب الأوروبي لأول مرة في مشوره الكروي تحت إمرأة مدربه الإسباني بيب جوارديولا الذي يؤكد بأن الفريق لا يتمح لرد الاعتبار من فريق ريال مدريد ما وقع في الماضي هو يحسب للماضي لسنا هنا من أجل الانتقام لنتيجة العام الماضي هي مجرد فرصة ثانية من أجل العبور للمباراة النهائية والظفر باللقب وما دمنا نبلغ هذه المرحلة فإننا سنحقق ذلك في يوم من الأيام سنصل للمباراة النهائية وسنفوز باللقب في العام الماضي بلغنا هذه المرحلة ولم نحقق ذلك لأننا واجهنا ريال مدريد وبحكم خبرة وتجربة الريال فإن اللقاء سيكون صعباً لا محالاً مقابلة هامة ومسيرة بالنسبة للفريقين مع ريال مدريد ونادي مونشستر سيتي نبقى مع نبائي كرة القدم الأجلزيات المرامة منافسة البطولة التي أجريت عنها ثلاث لقاءات بالأمس بغزارة في الأهداف خمسة ثلاثة بالنسبة لفولام على حساب لايستر إيفرتون تفوق خارج في الديار على بريتون بخمس صبات لوحدة ونوتينغام فوريس انتسر على سوبتن بحسة أربعة مقابل ثلاثة في إيطاليا نادي إيجنزي تعادل أمام السامدوريا أو فاز على السامدوريا بهدفين للسفر مع تشجيل اللعب الدولي المغربي أدى مسين لهدف لفريقه إيجنزي في البقابل سامدوريا جينوى يودع بشكل رسمي الكالتيو بعد سنوات عديدة في فرنسا ومنافسات البطولة التي حملت هزيمة النادي نونت الذي استغنى عن خدمة مدربه أنتوان كونبواغي وخصوصا الفريق يصار عدد التيار من أجل الهروب من أسفل التارتي نبقى في فرنسا حيث تسلم بالأمس ليونال ميسي جائزتين خلال منافس أو خلال الحفل الذي أقيم لتوزيع جوائز لورنس للرياضة وذلك في العاصمة الفرنسية باريز هذا في الوقت الذي تتحدث فيه أنبأ على أن ليونال ميسي يكون قد توصل الاتفاق مع فريق الهلال من أجل انضمام إليه خلال الموسم القادم وذلك بدأ قد سنتين مع فريق فريق سان جامع بدنا في المستمعين نهايته الجولة مع نبأ الرياضي